موسيقى موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم السلام لك يا ماريا النهاردة السلام لك يا ماريم تهليل حوا إذا كان آدم راجل بيدور على الخلاص فأكيد المدام بتاعته بتدور على الفرحة وعايزة مشاعر كنيسة جميلة وهي بقى بتنوع في المفعيل بتاعة الصليب والفداء وبتنوع في صور الست العذرة هي تجيب لنا المخلص وتجيب لنا الأفراح سلامه لك يا ماريم تهليل حوا طبعا حوا من سمرة الخطيئة كانت تعب وجع تولد بوجع تشقى والدنيا صعبة جدا والأحكام عليها صعبة كانت منتظرة حد يفرحها حد يبلرقها حد يرجع لها سعادتها اللي كانت عيشة بيها في الجنة قبل كده والحقيقة انه ربنا قعد ليها وللبشرية فرحة أعظم من فرحة الجنة وهي الفردوس بولادة المسيح بتدت الأفراح تبان بتدت المباهج تبان والست العذرة كانت مفرحة عملت ايه بقى الست العذرة الحقيقة يقولوا انه والشخص اللي تعبان واللي حاسس بواجع وحاسس بقلم واللي اتحكم عليه بأحكام صعبة نتيجة خطيته ونتيجة ضعفه انظر إلى أمرين الأمر الأول التجسد والفداء بص على الصليب وشوف الصليب وانت بتبص على الصليب هتعرف ان في حل ان في رجال انه مفيش مستحيل انه مفيش خطية ما بتتغفرش حتى لو سقط بخطية صعبة جدا حتى لو كانت الخطية موجهة ضد الله شخصيا لأ هبص على الصليب وهبص على الفداء نمرة اتنين اتشفع بالست العذرة وده اللي حصل بقى نوع من انواع رد الكرامة لحوة انه الست العذرة انا مش عارف ايه كمل اتضاعه في امنا العذرة دي انها تتسمى حواء الثانية يعني حواء الاسم نفسه واسم اصبح يعني يحمل صفات ليست حميدة مش كل الناس تحب تبقى ولا تحواء العذرة تيجي بكامل نقوتها وكامل قدستها وكامل طاعتها كامل فضائلها وتيجي وتقول انا موافقة ان الاباء والكنيسة يسموني حواء الثانية طبعا يعني يا تهليل حواء لما تلاقي الست العذرة بتتسمى حواء ردت كرمتها مرة تانية ويحكي الكتاب المقدس وتحكي الليتورجيات وتحكي ويحكوا الاباء في لحن جميل بيتقال في مديح للقيامة في التسبحة اسمه تنوف وفي اللحن دا يتقال كل الافراح طليق بك يا والدة الاله لان من قبلك ارجع ادم الى الفردوس ونالت حواء الزينة عوض حزنها يعني كانها لبست بقى الحلق ولبست الترحة الجميلة ورجعت تزينت مرة تانية بعد ما كان اصار الخطية ابتدت تخليها شكلا حتى مش حلوة شوحت جمالها ويقول واخدت الحرية دفعة اخرى من قبلك والخلاص الدهري والحقيقة انه حتى برضو في التسبحة في لوبش يوم الاثنين في الربع الحداشر يحكي ويقول مش حوى بس دا كل البنات وكل النساء اللي موجودين في البشرية في الست العضرة نالوا هذا التهليل فيقول ايه يقول لان من قبلها من قبل امنا العضرة وجدت النساء دالة امام الرب سلام لك يا ماريام سلام لك يا ماريام تهليل حوى كل النساء بل وكل البشرية فرحنا ان احنا كنا معاكم النهاردة واستنونا بكرة في حلقة جديدة من برنامجكم السلام لك يا ماريام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة